كاس مصر كاس مصر النهاردة الحقيقة للجنة المؤقتة اللي طبعا مسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة قررت ودي كانت يعني يمكن احنا من الموسم اللي فات كنا من التكلم في النقطة دي قرروا بشكل نهائي انه مطشاط قبل النهائي ونهائي البطولة هيتم فيها استخدام تقنية الفار طبعا كان فيه انتقادات كبيرة جدا وكتيرة جدا في الفترة الأخيرة على موضوع عدم استخدام الفار في بطولة الكاس وكان الاتحاد يمكن خاطب قبل كده الأندية عشان تتحمل هي تكلفة تقنية الفار الأندية رفضت ما استخدمناش الفار حصل مشاكل كتيرة لكن على أقل تقدير يمكن ايه يعني يعني نص الشيء وافضل من لا شيء زي ما بيقولوا مطشاط قبل النهائي ومطش النهائي هيتم فيهم تطبيق تقنية الفار وتم الاتفاق وتم تحديد بالفعل الموعد المحدد لمبارات نهائي كاس مصر ان شاء الله تكون يوم 19 سبتمبر دلوة دوري انتهى في يوم 17 من نفس الشهر مع امكانية انه يتم تقديم الموعد ده حضراتكم عارفين انه فيه سيناريو مقترح نتمنى انه يكون قبل للتطبيق او للتنفيذ انه الدوري ينتهي في اواخر شهر 8 وبالتالي لو انتهى الدوري تبقى للسيناريو ده في اخر اغسطس يبقى من الوالد جدا انه معاة 19 سبتمبر ده يتحرك او يتقدم شوية عشان يتلعب الكاس بدري عن يوم 19 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة